السلام عليكم الناس الخير خوتي خوتتي أنتم على قناة جريلا شنال الحياة بفرنسا تحية الناس الخير فيما كنتو كتشاهدونا وفيما كنتو كتابعو لفيديو ديالنا في فيديو ديال اليوم غد يكون فيديو مخصص للأخبار لكن نحاول إن شاء الله غدا الأحد نزل لكم فيديو لكي يكون فيه يعني بعض المعلومات ولا الاستفادات اللي كتحتاجوهم كمهاجر هنا بفرنسا كان عارف أنه هاد النوع ديالفيديوهات باش أنه يكون يعني فيديوهات فيهم استفادات ولا معلومات كي يعجبوكم نحاول إن شاء الله غدا الأحد يكون هاد النوع ديالفيديو أما اليوم السبت غدي يكون هاد الأخبار لي غد نقدمهم لكم غدي نعطيكم العناوين باش هكذا تابعو التفاصيل يعني باش تابعو يعني التفاصيل بالنسبة الغياب ديالي دياليوتيوب كانت بطارية الحال غياب لعدة أيام طارية الحال كيف قلت لكم مسبقا أنه مشي أنا اللي كان بري ولكن الظروف كترني أنه بعض المرات ما كيكونش عندي الوقت أنه باش نسجل مع العلم أنني متابعة معكم يعني يمتابعة جميع الأخبار ولكن الحمد لله ما كانت شي حاجة اللي هي يعني دازت عليكم ولدى مفاتتكم هاد الشي اللي غدي نقول لكم هو اللي حاليا كاين يعني في الأخبار نبدأ معكم التفاصيل غدي نشوفو بالنسبة لجميع ما يتم تغيره في شهر سبعة مني نقولوا جميع ما سوف يتم تغيره يعني الأشياء ولا اللي غدي نقول عندها واحد غير فالوريزازيون اللي غدي نقول إعادة في الزيادة ديالها والإعادة تجديدها بالنسبة لهذه المساعدات الاجتماعية مني نقول هاد المساعدات يعني إما التعطاء من طرف الأمسا إما كالتعطاء من طرف الأكاف كذلك غدي نشوفو بالنسبة على أنه المساعدة اللي مقدمها الدولار الفرنسية واللي كتكون سوى المساعدة ديال مية وخمسين أورو ولا المساعدة ديال شاك أليمونتر كذلك غدي نعطيكم فيهم بعض التفاصيل هكذا باشتعرفوا أشنو المصار ديالها وأشنو فين غادي الأمور وكذلك من بين الأخبار كذلك بريت أنني نشارك معكم ونقول لكم علش لا بيال ما زال مزادناش فيها وكذلك غدي نشوف من بين الأخبار بالنسبة للنفقة ولا لابنسيون أليمونتر لي كذلك عندها قانون جديد وكذلك غدي نشوف معكم بأنه كين السولد بالنسبة هنا في فرنسا وكذلك بريت أنني نشارك معكم بالنسبة الواحد الأمر ديال الناس اللي كتبغي أنها مثلا تصايب لكارت ناسيونال في المغرب وبطبيعة الحال الناس اللي كتبغي تمشي تجيب لاتستاتيون دي ماتركولاسيون من القنصلية المغربية بهذا الأمر هذا بطبيعة الحال غدي نوريها لكم هنا فقط من هكذا باش ما كيبانش مزيان لإضاءة ها هي انتع القنصلية المغربية هنا فقط يعني دركت عكذا الاسم والصورة غير هكذا باش تعرفوا بالنسبة للناس اللي كتبغي على أنه باش أنها تصايب لكارت ناسيونال وما تحتاش أنها باش مشي تجيبها شهادة السكنة ولا حيث هاد لاتستاتيون رها تفاية نبدأ معاكم هكذا الشرح باش تعرفوا اشنو كاين بالنسبة باش أنه يتم ما يتم تغيره في شهر سبعة بالنسبة للبخيستاسيون السوسيال يعني سواء اللي كتبت تعطى من طرف الكاف ولا كتبت تعطى من طرف الانساء بالنسبة للناس اللي يعني خدامين في القطع الفلاحي هاد لبخيستاسيون السوسيال كاين مجموعة ديالهم بطبيعة الحال هاد تغير ولا هاد تجديد ولا هاد زيادة ولو كتكون قليلة ولا كتير المهم كتسمى على أنها زيادة جاءت نتيجة ما هو هاد الازمال لعيش هالعالم كامل وبطبيعة الحال بسبب غلاء الاسعار ولهاد الارتفاع هاد لابد ما خاص يكون زيادة كما كيزادوا في الاشياء اللي كنشريوها وكنحتاجوها خاص كذلك كتكون بعض زيادة في المساعدات غدي نبدأ معاكم بهذه الزيادات هادي وغدي نقولهم ليكم كاملين اشنوهما ولكن نبدأ معاكم بأول حاجة واللي هي منحة العمل يعني لابخيم داكتيفيته بالنسبة لابخيم داكتيفيته بطبيعة الحال غدي احتهي يكون فيها واحد زيادة لابخيم داكتيفيته كالطعطة سواء اللي خدم سيدي اي وسواء اللي خدم سيدي دي لابخيم داكتيفيته بطبيعة الحال شاركت معاكم موضوع فيديوهات كثيرة من قبل وقلت انه الشروط ديالها ولكن دا با رحنا كنهضروا على هذا الفيديو بالنسبة لخبر الزيادة ديالها ماشي على خبر الشروط ديالها ولكن ما فيها باس كنهضر لكم ان جنرال منحة العمل تعطى للشخص اللي كي يخدم منحة العمل كتعطى للشخص اللي عنده واحد دخل بسيط مني نقولوا دخل بسيط هذا لا يعني انه رخصك تشدغي ملورو لا مل دو سان اورو بش تسمى دخل بسيط الا تقدر تحت المل ساتسان اورو ولكن عندك زوجة واولادك تسمى اراك محدد في الدخل البسيط منحة العمل كتعطى للناس على حسب الدخل ديالهم وعلى حسب عدد افراد الاسرة هاد منحة العمل حتى هي غادي تكون من بين البخيستاسيون السوسيال اللي غادي يتم زيادة فيها ابتداء من شهر سبعة هاد البخيستاسيون السوسيال واللي غادي نبولهم لكم باش هكدا تعرفوهم اذا كان شي واحد فيكم كياخدهم الناس اللي كتاخد لغوتخات ولا ما يسمى غوتخات دباز ولا كنقلو المعاش ولا التقاعد كتكون واحد الزيادة كذلك بالنسبة الناس اللي عندكم الاهاش يعني الوكاسيون الوكاسيون ادولت انديكابي حتى هي مع العلم انه ليس بالكثير كانت زادت فيها كانت تسعمية وتسعة اورو ولا تشي تسعمية وستاشر اولو ولا تسعمية وتسعتاشر اورو لابحت هي خاص يكون فيها كذلك واحد جديد ولا واحد الزيادة كذلك بالنسبة الاغاسة الناس اللي عندهم غسور صوليداريتي اكتيف كذلك بالنسبة اللي عندهم الناس الوكاسيون 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 الوكاسي وعاشوا في فرنسا وربما ما خدموش واش غادي يقدر يكون عندهم يعني واحد دخل من يكبرو هذه هي الاس با كدلي كدلي كبنسبة للمساعدة الاف يعني اللي كيتوفى يعني الزوج ديالها وكدلي كحتى الار يعني الالوكاسيون إكيفالون غتغات هاد البرستاتيون سوسيال كاملين طبيعة الحال يخبرو انه باش يكون فيها واحد الارتفاع وكيف قلت لكم وشرحت لكم كذلك بالنسبة بنحة العمل لكن لا بيال يعنيش لا بيال ما زل 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 فيها لأنه خاص يكون بريمو تزاد فى ال اي اغ كان واحد ما يسمى ال اي اغ ديال للواي مهم هادك يعني هادك موضوع آخر ولكن انا على حسب ما كانشوف على انه الكتير وعديدا وانا واحد من هاد الناس اللي هما مهاجرا بحالكم تزاد في اللوكاسيون يعني تزاد في الولوية وكذلك حتى للباركينج مثلا للسيارات الناس اللي كتخلص للباركينج تصيب على انهم تزادوا ليكم حتى في الباركينج يعني كيف يعقل انه هاد الابيان مازال ما تزادش في القدر دي المساعدة ديالها وهذا كيبقى السؤال دابا كملت معاكم بالنسبة للخبر ديال تغييرات ديال هاد المينح ولا هاد المساعدات اللي غدي تكون شهر سبعة دابا غدي يمشي معاكم بالنسبة للمساعدة اللي اقترحتها الدولة الفرنسية 150 أورو بالنسبة مساعدة مالية ترسل يعني الحساب البنكي وبالنسبة كذلك شاك أليمونتار ولا شاك المواد الغدائية بالنسبة على حسب تصريح الوزيرة الأولى واللي هي اليزابيت بورن هاد المساعدة ديال 100-150 أورو على حسب يعني القدر ديال الأسرة والعدد ديال الأسرة واللي بطبيعة الحال قالت على أنه يكون في الدخول المدرسي هذا هو ليجال قالت مع بداية السنة الدراسية هذا هو ليتغم صحيح ليجالته مع بداية السنة الدراسية تكون هاد المساعدة وترسل في الكمت بانكير بطبيعة الحال هاد المساعدة اللي غدي تكون غدي تكون غدي تكون الأسار وتكون لزيتيديون الدولة الفرنسية محددت لنا القدر مرة اللي فايتا كانت حددنا القدر permitirنا الناس اللي كيخلصوا أقل من دوميل أورو هما اللي اعطوا لهم المساعدة ديال مئة أورو. دابا غادي نشوفوا هذه المساعدة هادي شكون اللي غادي استفدو بها واش نفس الشي يعني الناس اللي انهم القدر والدخل ديالهم أقل من دوميل أورو. هاد الشي فقطاش غادي يقولوه يعاودوا يصروحونا به جايكم في التفاصيل باش غادي نقول لكم. هادي بالنسبة للمساعدة اللي تكون مادية و تدخل في الحساب البنكي. أما المساعدة ديال الشيك المونتر هاديك غادي تكون في الآخر ديال السنة مع الوصول ديال سنة الفين وثلاثة وعشرين. هاديك نتع الشيك تع المواد الغدائية غادي يكون مخصص باش أننا يعني نشجع المنتجات الفرنسية و المنتجات اللي تكون بيو يعني شيك يكون مخصص لهذا الشي هذا. أما اللي غادي تكون في الدخول والبداية الدراسة كي يكون واحد القدر مادي لي باش هاكدا يساعد الناس باش أنهم ربما يقضيوا به الحاجيات إديالهم هذا هو الفرق ولكن كين حاجة اللي بريت نقولها لكم غدا اللي هو الأحد تسعتاش في شهر ستة غادي تكون الانتخابات الشريعية هالانتخابات الشريعية فاش غادي تكون فيها فاش غادي يدوز في تلاتة وعشرين في شهر ستة تلاتة وعشرين في شهر ستة في الشهر سبعة غادي نعاقد مجلس وزاري يعني يقع الوزارة ديال الحكومة وبطبيعة الحال كيف تعودنا دائما من خلال المجالس الوزارية ويعني ونعاقد المجالس اللي فاش كيكونوا قوانين واللي هما كيخرجوا كيصرحونا وحنا كنجو كنشرحو أشنو كايين في اليوتيوب يعني هات الشي اللي قلت لكم ديال هات القوانين مشروع قانون ديال المساعرات بطبيعة الحال يتفاليضة ومن يتفاليضة كي يعطوا تفاصيل أكثر ولكن كنوا متأكدين لزيتوديون والأوصار مستفيدين من هات الشي دابا غاديمشي معاكم بالنسبة للنفقة النفقة كتعرفوا على أنه يعني الناس بالنسبة للبونسيون عني مونتاق بطبيعة الحال كتعرفوا أنه فاش يكون حكم طلاق كيكون القدر ديال النفقة وأنه الزوج أو الزوجة اللي يعني شوف الطرف اللي كيخلص الاخر اه اما الزوج كيعتل الزوجة او الزوجة كتعتل الزوجة هنا في فرنسا هكذا النفقة كيكون الحكم على حسب شكون اللي غادي ياخد الوليدات وغادي يتكفل بهم المهم بالنسبة للقانون الجديد اللي بغاوا أنهم يندار بالنسبة الناس دابا حاليا بالنسبة الناس اللي غادي يكون الطلاق ديالهم يعني في الآلفين وثلاثة وعشرين بالنسبة لهذا الأشخاص هادو إذا كنتوا بغيتوا أنكوا تحددوا يعني تحددوا في الحكم ديال طلاق ديالكم تحددوا على أنه مثلا واش أنه لاجونس اللي تسمى أي غادي نكتبها لكم لا غيبا هاد الاجونس هادو انتع هاد لا غيبا هدي هي الواسيط هي الواسيط اللي يعني كيتعامل مع لا كاف ولا مع الأمسا هاد الواسيط هادا هو اللي في حالة ما أحد الطرفين يعني راه ما خلصش النفقة كيكون هادا كشي مكتوب في الحكم على أنه هاد الواسيط هادا غادي أنه ليه كترسلوا الفلوس ولا هو من حقه ياخد لكم الفلوس ما اللي كنت ديالكم وكيعطيه للطلاف الآخر اللي خاص أنها توصلوا النفقة لذلك أنا كان نصح على أنه في الحكم ديال الطلاق خاص تكون كل حاجة محددة لأنه كونوا متأكدين أنه من بعد الحكم ديال الطلاق كتكون هناك مشاكل هادك المشاكل اللي كتكون إديال مثلا نفقة خلصت ما خلصتش هدي نقصة هدي زيدة حدده كلش أما إذا كانت هناك أشياء بالطراضي مثلا الحقاضي يحكم لكم مثلا بهذا القدر هاد القدر ولكن الطرف الآخر مثلا تراضيته معاه على أنه فولا يقول له مثلا أنا قدر نخلصي هاد القدر والطرف الآخر راضي حيته راضي واخه سوف يخلص لغي هاد القدر هادك الشي خاصه كل شي يكون في حكم الطلاق بحيث أنه حكم الطلاق فش يكون في هاداك القدر هاداك القدر هاداك القدر ره الطرف اللي كيرسول الله كاف سوف يلاك كاف كتسجله في الكونت وكتعارف بلي أنه هاد الكونت هذا خاص يتهزمنه شهريا هاد القدر هذا نظن أنك فهمته يعني المحكمة ما بغتش بش يكون عندها ملفات متع المشاكل وديل هاداك دار روتار وهذا راه ما خلصش واشنو دارو هاد الاجونس هادي بش يكون هي الواسط ما خلصتش يهزولك ولا هاد الاجونس هي كتسافت يعني الطرف الآخر اللي غاديستفد من النفاقة حاجة أخرى اللي بغيت نقول لكم بالنسبة لأخبار أنه الحكومة الإسبانية كتقتارح باش أنه تكون هناك جرعة رابعة لادوز لكتخيام دوز بالنسبة لتلقيه يعني كتختار يعني كتقول على أنه الفئة من ثمانين سنة فما فوق خاصهم زعمة أنهم يديروا هاد الجرعة الرابعة ولكن كونوا متأكدين يعني إسبانيا راه دار دابا يعني خرجت بهذا التصريح كونوا متأكدين أنه حتى إحنا يا من السنة الجاية ولمن مرد دخول مدراسة راه غاديكونوا قوانين أخرى وغاديكونوا أشياء أخرى بطبيعة الحاد بالنسبة كذلك هنا يا فرنسا في الأربعاء 22 جوان غاديكونوا السولد وغاديكون بما يسمى التخفيضات وغاديكون حتى الـ 19 في شهر جوية يعني من الـ 22 جوان حتى الـ 19 جوية غاديكون السولد ولا التخفيضات هذا الأمر هذا ولا هذا الخبر هذا نظن كي يخصي الناس هنا في فرنسا وكي يخصي حتى الناس اللي كي يبغيوا جيو سياحة هنا يا الفرنسا وكي يبغوا يعرفوا التاريخ ديال السولد ديالهم كان هده هده هما يعني الأخبار ديال اليوم إن شاء الله يا بنتمنى أني نكون متواجدة معكم في اليوتيوب غدا إن شاء الله ينتظرونا الفيديو اللي نقدر نعتفيه بعض المعلومات ولا بعض الإفادات شكرا لكم وعلى التشجيع ديالكم وعلى اللي لايك ديالكم وتعليقات ديالكم في أمان الله السلام عليكم شوفكم إن شاء الله غدا أما فيما يخص لاتستاسيون دي ماتركولاسيون لي قلت أنني نتكلم لكم عليها بالنسبة لهذا التستاسيون دي ماتركولاسيون يعني أنهو التسجيل ديالكم في القنصلية الفرنسية في القنصلية عفوا المغربية يعني هنا يا بفرنسا نظن هاد المسألة هدي معروفة يعني وباينة هاد التستاسيون هدي فاش كاتصلح كاتصلح أنه فاش كي يبغيش يوحد فيكم باش أنه يجدد لكارت ناسيونال ديالو بالمغرب يعني كم القلوب غا يمشي حتن المغرب ويجددها فاش كتديروا هاد التستاسيون هدي و اللي هي صالحة لمدة 3 أشهر كي يعطوها لكم في القنصلية الفرنسية في هاد الجهة هدي هنا بطبيت الحال كتكون في الصورة وفي الجهة اللي هنا يا طبيت الحال أنا راني حط هاد الورقة هدي باش ما كي يبانش يعني معلومات اللي كتخصصني هنا كيكون مكتوبين طبيت الحال لك أخضوني ديالكم عشن هما هاد المعلومات اللي كيكونوا مكتوبين كيكون مكتوب الاسم ديال الوالدة ديالك كيكون مكتوب فخش تزاديتي كيكون مكتوب انتي ابنة من سواء من طرف الأم أو طرف الأب وكذلك الجد من طرف الأب والجد من طرف الأم وكذلك النميرو ديال لكارت ناسيونال المغربية ديالكم وكذلك النميرو ديال الباسبور ديالكم وكذلك هناك يكون مكتوب فين كتسكنو وكذلك يكون مكتوب المهنة ديالكم ولا السيتيازيون ديالكم الوضعية العائلية ديالكم هذا التستاسيون هذي فاش كتاخدوها كتكونوا يعني معفيين من أنكو فاش تمشوا جددوا لكارت ناسيونال ديالكم أنكو كتمشوا عند القاياد وطلقوا دجارة وجيبوش هادا تسكنو ولمهم هاداك الشي هادي فيها كل شي باش انكو تمشوا لكوميسيريا وتاخدوا لكارت ناسيونال ديالكم وانكو كتاخدوا يعني انكو كتصايبوا لكارت نتاعكم بكل سهولة هادي كتعني على أنك مواطن سكن في أوروبا وجميع المعلومات ديالك كاتبينها هنا لكي سهلوا باش انه لكارت ناسيونال تخدم لكم في أسرع الوقت قالوا لي على أنها يعني صالحة لمدة ثلاثة أشهر نتمنى هذه المعلومات تكون فاتكم شكرا لكم في أمان الله